اهلا بكم مرة تانية نهاردة هنتكلم عن ايفون 12 احد اصدارات مجموعة الايفونات الجديدة نهاردة هنتكلم عن واحد من الاصدارات دي اللي هو ايفون 12 اللي انا شخصيا متوقع ونجاح كبير جدا جدا نظرا ان هو يعني الهاتف المتوسط ما بين كل الاصدارات دي هتكلم مهاردة بشكل مفصل عن كل كده على هاردوير من خلال تفكيك كل اجزاء الموبايل زي ما احنا ملاحظين كده نهاردة فيديو تير داون هنفاكد كل اجزاء الموبايل وهنبص وناخد نظرة تفصيلية على كل اجزاء الموبايل وطبعا فيه كلام مهم جدا بالنسبة لناس اللي حابة تشتري في مصر او في الدول العربية اللي مش موجود فيها قبل بشكل رسمي ومعلمات مهمة جدا جدا مخصوصة لجهزة الدولة الموجودة في مصر حاليا مجموعة من الشكل اللي فعليها ممكن تفسرك موبايلك وبالفعل لو حصل اي ضرر لأي مكونات الجهاز المهمة زي الشاشة وزي الكاميرات وزي المواثر بورد خلاص كده الموبايل ترمى شكرا ما فيش اي امكانية لعمل صيانة طبعا زي ما هنوضح في الفيديو في تفاصيل الفيديو تفكيك الايفون هنا حياء مماثل ومشابه لمجموعة اصدارات كبيرة جدا من الايفون على ما اتذكر ايفون سيكس كان نفس القصة انها بيتفك من الشاشة فهم جدا جدا واحنا بنشتغل في الموبايل والناس المهتمة بالقصة تبدأ بتفكيك الموبايل من منطقة النوتش لانه طبعا لازم هتمرر حاجة ما بين المكونات والشاشة او الفريم الخارجي والشاشة فبالتالي مهم جدا ما نصطدمش باي قطع من القطع الداخلية او اي كابل على اساس ان هو ما يتقطعش مننا طبعا العملية طويلة جدا ولكن طبعا انا باختصرها في حوالي دقيقة على اساس وقت الفيديو ما يطلش وندخل في تفاصيل ما لهاش لازمة طبعا الناس اللي شغالها في السيانة واللي بتشتغل في الايفون خصوصا عندها ادوات احترافية تماما تقدر من خليها تفكي الايفون بمنتهى السهولة والامان طبعا استنادا الى مجموعة الفيديوهات اللي موجودة على اليوتيوب اللي بتوضح ايه الاماكن اللي على الاتارة الداخل اللي موجود فيها كابلات او ايسيهات او اجزاء حساسة محاول طلع على الاجزاء الداخلية اه يعني الاصدار ده الايفون 12 هي حاجة في منتهى الاختلاف عن اي موبايل اندرويد موجود في السوق حاليا ما فيش اي تشابه بيجمع الايفون مع اي براند اندرويد سواء سامسونج ايفون فيفو اوبو اين كان الماركة هواوي اين كان الماركة اللي بنشوفها طبعا في مجموعة كبيرة من البراكتس او القطع المعدنية الموجودة اللي بتثبت الموجودة بقى كنكتور البطارية والشاشة والكابلات التانية الخاصة بالحساسيات وكل الكنكتورات الموجودة الا على الايفون حقيقة تركيب بديه جدا ومجموعة كبيرة جدا من الكنكتورات زي ما احنا ملاحظين كده كلها محمية بجوانات مطاطية طبعا تأكيد على كلام ده الموبايل ده جاي بشهادة اي بي 68 طبعا مع التأكيد ان دمان قبل لا يشمل عيوب تضرر الداخلي بسبب المياه وجود ورق الانديكيتور او المبايل لحالة تسرب المياه على مدخل السام كارد حقيقة مؤشر على انه طبعا وبيأكد على فكرة انه انه قبل ما بتقديد مش حماية او ضمان على الاجزاء لو حصل تضرر للمكونات الداخلية بسبب المياه سواء مية بحر او غيرها احد نقاط التميز في مبايل ده هي الشاشة كهاردوير وكمواصفات البنى النفسها البنى النفسها البنى للداخلية الاولد محمية باطار من البلاستيك والستيل ستيل فالحقيقة اي خطأ اثناء الصيانة مش هيوصل يعني اي خطأ بسيط اثناء الصيانة من ادوية الفتحة اللي بنستخدمها سواء البلاستيك او الستيل ستيل مش هتوصل للبنى الداخلية وبالتالي مش هدو قدي الى سرعة تضرر المكونات الداخلية الخاصة بالشاشة الاولد لان اي اثر لاي خطأ فيه الشاشة اثناء الصيانة بيضمر شاشات الاجهاز الاندرويد اللي بدون النظرية دي وطبعا شيء بديه جدا ان مجموعة الحماية دي الستيل ستيل مع البلاستيك اللي مقفل على البنى الداخلية بديها قوة تحمل عالية جدا جدا لد الصينمات ده بخلاف كل اصدرات الاندرويد اللي بيستخدم شاشات اموليد او اوليد او ما الى زلك زي سامسونج وغيرها من الشركات طبعا شغل عظيم جدا جدا وشيء حقيقي مبهر ومتقن كهاردوير في كل القطع اللي هنتكلم عنها في الفيديو النهاردة احد الامور الحرجة الكريتكل جدا جدا هي الشاشة الحقيقة رغم كل المميزات اللي موجودة في الهاردوير المصنع منه الشاشة لانها لو بازت الشاشة دي لو بازت مش هتقدر تغيرها بشكل سهل ومريح عند اي حد بيشتغل سيانة ايفون محتاج حد يكون بروفيشنال جدا جدا واخد برمشن واخد دورات عالية جدا في سيانة الايفون زائد ان هي شاشة محمية على نفسها فبالتالي حتى لو انت عندك ايفون مثلا في اي مشكلة داخلية وخدت الشاشة بدلتها مع شاشة الجهاز اللي عندك في مشكلة او المكسورة مش هتشتغل لان هي محمية طبعا في اي سي موجود محمي او بروتيكتد مع المعالج الموجود بيونيك طبعا الكلام ده كله كلام موصوق تماما لان في فيديو موجود على يوتيوب على قناة جيفريز نقدر نرجع لها طبعا الشاب اللطيف ده جايب اتنين ايفون او نسختين من ايفون تولف وبدأ يفكك الاجزاء ويعمل استبدال للشاشتين مع بعض الجهاز اصبح فيه مشاكل كتيرة وبيدي رسائل تحذيرية ان فيه حاجة غلط والكاميرا مشتغلتش والفيس اي دي مشتغلتش فمهم جدا جدا الناس اللي بتشتري من مصر او الناس اللي بتشتري ضمان دولي ناخد بالنا من وقت دي لو الشاشة تكسرت الموبايل اترمى ده طبعا لحين ما يظهر بوكسات او حلول تحل المشاكل اللي قبل عملته لنا في الاصدار ده والحقيقة فيه مطالبات كبيرة جدا ومن الحقيقة انت شارع حاجة ان انت تستبدل قطع بمتاح السهولة بدون ما تخش في مشاكل ولازم في كل مرة نتغير شاشة او تغير قطعة مهمة زي حساسات الفيس اي دي او الكاميرات او الاجزاء الداخلية المحمية على نفسها شاشة نفسها احد الامور الخطيرة جدا ان المجموات المسلمينة المثبتة الحساسات وهي سماعة المكالمات او سماعة الاضافية خاصة بالستيريو سبيكر العلوية والمايك وكل الامور دي والحساسات المسلمينة هنا مش نفس الطول فبالتالي اي فني لازم اشتغل في الموبايل ده لازم يكون عارف كويس جدا جدا النقط دي لانها نقطة بديهية ونقطة بسيطة جدا ولكنها مقصية جدا لان اي مصمار طويل هيركب مكان مصمار قصير بشكل عنيف وبشكل خطأ هيؤدي الى ضرر البنة الداخلية وبوزة شاشة قيمتها حوالي بنتكلم على ربعمائة يورو او ربعمائة دولار فبالتالي بنرقم المسامير او بنعلمها بحيس كل مصمار يرجع مكانه وما فيش مجال الخطأ هنا في الايفونات لان اي مصمار هيركب مكان مصمار تاني خلص زي ما قلنا كل شيء انتهى خسرت كل حاجة طب دي كانت اول نقطة حابين نأكد عليها وننبه عليها مرة تانية ان الشاشة هنا يا جماعة بالنسبة لاجهية الدولي او اللي من غير ضماد اللي موجودة في مصرح حاليا الناس اللي بتشتري تاخد بالها كويس جدا جدا لان اي كسر او تضاره للشاشة خلاص مش هبقى في مجال لصيانتها او استبدالها الا لو اه الناس توصيانة بقى والناس البروفيشنال في الصين طلعونا حلول للمشاكل دي بعيدا عن تعقدات قبل في الهارد وير وطبعا في السوفت وير زي ما احنا ملاحظين وزي ما احنا كلنا عارفين اه ملاحظين طبعا هنا كل براكت موجود عليه مجموعة من المسامير مهم برضو جدا جدا نرجع كل مسمار مكانه لان البراكت الواحد او كترة السلسطين الواحدة اللي موجودة على مجموعة الكنكتورات او الكنكتورز الموجودة او الموصلات الموجودة على الماثر بورد كل مسمار لازم نرجع مكانه بشكل مثالي ومنستعجلش برضو احنا بنقفل وبنقفل الكليبسات او الكنكتورز دي على الاجزاء بتاعتها على اساس برضو ان هي اي خطأ هيدي ارور في الموبايل وهيبقى في مشكلة بعدين وهطرت فاكت كل الاجزاء تاني وترجع تقفلها بشكل مصبوط بشكل مبقاش فيه اخطاء ماثر بورد انا جماعة ماثر بورد دي اسمها ستاك ماثر بورد ستاك يعني هي عبارة عن مرحلتين اوجوز اي مرحمين مع بعض متمثلين تماما وي مرحمين مع بعض بالاصدير فبالتالي برضو نقطة تانية مش اي حد هشتغل في الماثر بورد دي مش اي فني فاتح حلقة سانه هو يشتغل في الايفونات وتكنو وانفينكس وبتاع بيقول انا هشتغل في الايفون ده قصة تانية خالص لازم يكون انت كشخص هتشتغل في الايفونات دي رسالة للفنين السيانة لازم تكون عندك الادوات ولازم يكون ادوات احترافية مش اي ادوات وفي ادوات مخصوصة لمجموعة الاصدارات الجديدة سواء شابلونات الناس اللي فهم السيانة او الشرف السيانة عارف الكلام ده شابلونات وادوات خاصة لتفكيك السولدرينج او اللحام الموجود على الكترتين مع بعض طبعا انا مقدرتش اعمل الكلام ده لان انا مش مهتم بمجال السيانة قدم انا مهتم ان انا اقدم لك انت كمستهلك عادي نصيحة من خلال خبرتي في ال هاردوير ومجال السيانة عموما. بحس طبعا شغال حقيقة يعني نفسه ملاحظة ان هي في انتنة للجيل الخامس اللي موجود في امريكا. في طبعا هنا انتنة نقصة طبعا لان في شبكات الجيل الخامس مختلفة ما بين امريكا وبين الشركة الاوسط وبالتالي تردوات مختلفة وبالتالي بيبقى في اضافات مختلفة للاجهزة اللي نزلة في امريكا. بننتقل لموضوع الكاميرات والكاميرات هنا يعني ببساطة جدا هم عبارة عن كاميرتين مفيش فرح كاميرات كاميرا الوايد اتناشر ميجابيكسل والكاميرا الالترويد اتناشر ميجابيكسل بالكاميرا السيئة بنظام حركة حقيقة سالس جدا جدا لخاصية سريع جدا مفيش غلطة الحقيقة في آآ تجربتي البسيطة مع التلفون ده حوالي اسبوع تقريبا وآآ في نظام او اي اس للفيديو او تثبيت الفيديو اثناء الحركة طبعا العدسة هنا هي اللي بتحرك عكس اللي موجود في الايفون برو ماكس انو بحصل او حركة للسنسور نفسه ومش العدسة. العدسة بس بتحرك على اساسها ده مخ خاصية الاوتوفوكس في التولف برو ماكس. طبعا ده شيء مطور جدا في البرو ماكس مش موجود هنا. طبعا عدس الالترويد عدس السابتة لا تدعم الاوتوفوكس والكاميرا الامامية كاميرا برضو اتناشر ميجابيكسل بعد السابتة لا تدعم خاصية الاوتوفوكس معها عدسة تانية خاصة بالعمق او الدبس او كل الامور الخاصة بالسري دي والعمق والعزل وكل الامور دي. حماية الكاميرات عبارة عن جزء معدني مدمج بشكل ملحوم بشكل يعني ما فيش احد يقدر يفاكره لان هو طب يعتبر جزء واحد من الهاكل المعدني الداخلي في اجزاء من المعدن الداخلية وفي مجموعة من طبقات الجرافيت موجودة على الاجزاء الداخلية على اساس برضو ان هي تقلل درجة حرارة اثناء الشحن اللاسلكي او طبعا تاني الوقتة مهمة جدا حابين ان نأكد عليها ان تغيير الكاميرات برضو هيقدي الى ان الكاميرات مش هشتغل يعني لو حد سرق الموبايل منك حد لقى الموبايل حد حب ان هو موبايل قديم او قصر او عنده اصدارين مثلا وموبايل بواز وياخد منه الكاميرات يركبها في موبايل تاني او خلام ده مرفوض مش هينفع الكاميرات مش هتشتغل مع اي موبايل تاني لان طبعا هنا اه قبل افلة او عامل على مجموعة الهاردوير الداخلي كلها مربوطة ب باكواد معينة على اساس ان هي ممنوع استبدال الاجزاء الداخلية وده شكل يعتبر سلب جدا جدا واحد الامور الحقيقة السلبية في مجموعة الاصدارات الجديدة التولف تفكيك البطارية احد الامور السلبية جدا جدا في الاصدار ده لان الدابل فيس او اللازق الموجود تحت البطارية او ما يطلق عليه اللازق السحري او الاشريطة السحرية حقيقة مش سحرية ولا حاجة ملاش لازم الحقيقة ان انت تطلع علي جزئين وبتدأ سحابهم وتقطعهم وتقدر تستخدم كحول انا طبعا يعني انا يعني كحول موجود في مصر او كحول موجود حاليا اللي هو السبعين في المية ده طبعا مش نقي ولازم كحول طبي تسعة بسعين وكسر على اساس ان تقدر تستخدمه بامان خاصة شحن لسلك الماج سيف تعتمد على وجود مجموعة كبيرة من القطع المغناطيس اللي موجودة بشكل مفاصل عن بعضها على اس ان هي بردو تسمح ان الشاحن نفسه يلزق في ظهر الموبايل زي ما احنا ملاحظين كده الجنيه المصري على اساس برضو ان يبقى دليل ان الموبايل ده يعني صباح الفول بتاعي مش فيديو مسروق ولا اي حاجة من الحاجات الغريبة اللي بيشوفها في التعليقات ارجو تكون كل الامور كده واضحة بالنسبة لحضرات كل الناس اللي بتشتري ضمان دولي انت تعمل حسابك امعلم ان انت تدفع الخمستاشر او التلاتاشر او الان كان او الخمسة عشرين في اي اصدار من الاصدارات الايفونات الجديدة وانت نسيهم خلاص الشاشة بازت جازة ترمي كاميرات لو بازت برضو خلاص ترمت على كده مفيش اي مجال لاستبدال معظم القطع المهمة زي مزر بورد الشاشة الكاميرات هنا الفيديو ده او الهاردوير هنا بيتكامل او بيبقى انتجريتد كده مع السوفتوير ان كل موبايل مقفول على نفسه ممنوع انها ياخد حاجة من حد او يدي حاجة لحد طبعا يفضل تشوف الفيديو اللي قدمتلكو فيه المعلومات الخاصة بيستبدال الاجزاء دي فيديو عظيم جدا جاب تمانية مليون مشاهدة في وقت وقلال جدا ارجو تدعمونا بلايك ده مهم جدا جدا شايروا الفيديو ده اذا امكن واشتشاركوا في القناة ده مش هيخسرك اي حاجة ده فور فري بشكركم جدا والى اللقاء السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة